موسيقى مشاهديننا ياهلا مرحبا فيكم في برنامجكم المؤشر مشاهديننا هذا اليوم الأخير متدولات برصة الكويت لهذا الأسبوع ويعني تباين واضح ارتفاع ملحوظ كان في بداية التداولات وصلت يمكن السوق لامس إلى 6800 نقطة وعند الإغلاق الحين نقدر نقول قاعد يلامس 6700 نقطة هبوط كان السوق العام الأول والرئيسي مكتسين باللون الأخضر الحين السوق العام الأول مكتسين باللون الأحمر والسوق الرئيسي مكتسي باللون الأخضر ويعني جلسة متباينة وفي وضوح مشاهديننا يعني قبل أغلاق باب المزاد حتى هذه اللحظة السيولة النقدية لامست 36 مليون دينار سريعا نذهب إياكم إلى سديوهاتنا في برصة الكويت وزميلنا عايد لعنيزي عايد مسيك الله بالخير مساء الخير يوسف مساء الخير مشاهدين الكرام وهنا وسهلا بكم سكرنا يوسف في هذه اللحظات في إقفاء المزاد على التباين أداء المؤشرات والتراجع واضح لبعض الشركات القيادية أدى إلى فقدانها كثير من المكاسب مما أدى إلى تراجع مؤشر السوق الأول بصورة واضحة فيما السوق الرئيس التحول للمطر الخضراء بستة نغاط والضغط البيعي وكان واضح على بعض الشركات القيادية خاصة زين وبيتك وبعض الشركات القيادية أدى إلى تراجع المؤشر بصورة واضحة ومؤشر السوق الأول لكن اليوم جلسة جيدة مشاهدين الكرام رغم هذا التراجع ولكن هي جلسة جيدة إيجابية ونلاحظ مشاهدين الكرام فيها قوة شرائية كبيرة على بعض المجامع الاستثمارية خاصة مجموعة إيفا تعود مرة ثانية للواجهة من جديد ولاحظنا فيها ارتفاعات جدا إيجابية وكذلك اليوم عندي أكثر من شركة راسيات اليوم متألقة بصورة كبيرة وكذلك بعض الشركات الأخرى في السوق الرئيسي والسوق الأول يعني فيه نشاط جدا إيجابي خلشوا معكم مشاهدين الكرام ونسكرنا في هذه اللحظات الشراء ما بعد المزاد ما رح أطول عليكم إن شاء الله بس رح نعطي لمحة بسيطة جدا لإغفالات هذه الجلسة الجلسة ختام الأسبوع وإغفالات إن شاء الله رح تكون اللي كانت يعني إغفالات جيدة نوعا ما لبعض الشركات مشاهدين الكرام ونأمل إن شاء الله دائما الأفضل لسوقنا في الأسبوع الغادم إن شاء الله الوطني خمسة فلوس ارتفاعا لكن الخليج تراجع فلس الدولي وبرقان وبيتك على استغرار بوبيان تراجع فلسين الكويتية فلسين سمارات وطنية فلسين صعودا أرزان صعود فلسين ومشاريع كويت على تراجع ثلاث فلوس في معيان والامتياز على استغرار عغارات الكويت بفلس صعودا فيما تراجع المباني والتجارية والصناعات الوطنية والسفن وبوبيان بيتك مويت منظر خضراء جيلة تراجع فلس لكن أكثر تراجعا هو زين زين أكثر تراجعا عشر فلوس لزين تراجعا هيومون سوفت خمسة وستين فلس تراجعا ألاف كوبي استغرار جزيرة سبعة عشر فلس جي أف إتش عشرين فلس تراجعا بنقواربا بفلس المتكاملة المتكاملة كانت نشغط بداية الجلسة ثمانتعش فلس تراجعا المتكاملة وشمال الزور مشاهدين الكرام بفلس استغرارا ونلاحظ لبعض الارتفاعات لبعض الشركات اليوم لكن الضغط البيع اللي صار في المنزاد أدى إلى تراجع المؤشر بـ 12 نقطة ونصف النقطة لكن المؤشر السوق الرئيسي ست نقطة ونصف النقطة سيولى 37 مليون في هذه اللحظات لو نشوف معاكم مشاهدين الكرام السوق الرئيسي كان التجاري هو اللاعب الرئيسي في حركة داول صنع 117 و137 تقريبا دخولا على التجاري وارتفع بسبب الدخول على التجار لكمية الدولة بسيطة جدا عندي الأهل يرتفع منطر الخضراء لكن الخصوصية ومساكل على تراجع وارتفاع للعيد وتراجع للتسليلات وارتفاع لإيفا اليوم مجموعة إيفا مثل ذكرت اليوم فيها تداولات جيدة اليوم ونشاط واضح خاصة إيفا فنادق وإيفا وأرزان وعقالات الكويت جميع هذه الشركات اليوم تقريبا في منطر الخضراء جميع مجموعة إيفا اليوم منطر الخضراء الساحل بـ 13 فلس دخولا ونلاحظ البيت على تراجع المركز المالي كذلك بتراجع الأولى بتراجع الخليجي بارتفاع فلس بيان فلسين وعشرية الفلس أصول بـ 19 فلس صعودا وكامكو المتراجعة مع الوطنية الدولية القابضة وصفات بفلس ونلاحظ كذلك مشاهدين الكرام اكتتاب بعشرية الفلس صعودا صكوك بـ 19 فلس تراجع النور فلسين آسيا بنصف فلس اتفاع عن راسيات 17 فلس راسيات اطلوبوا بالحد الأعلى راسيات 192 راسيات نشاط واضح ودخول إيجابي ثلاثة مليون ومية سبعة وسبعين طبعا بسبب الأخبار الإيجابية على راسيات ونلاحظ كويت التأمين اليوم متراجعة وربما للتأمين بارتفاع لكن المثاق والمتحدة على تراجع الصالحية بلتراجع ثلاث فلس أجيال والمصالح على تراجع عربية عقارية بارتفاع 18 فلس إنجازات بفلس السنان بخمس فلس مزايا بنصف فلس ارتفاعا تجارة بارتفاع ونلاحظ الأركان وارجان في المنطرة الخضراء منشآت بتراجع ثلاث فلس نبي الأولى بتراجع فلسين ونصف الفلس مدينة الأعمال بسبعة أعشر الفلس منازل بعشر الفلس بورتن بثمانتعش فلس صعودا لكن المتراجع بأربع فلس السكب بتراجع وطني المواد البناء كذلك بتراجع استراكية ترتد في هذه الجلسة بفلس صعودا واربع كابيتر بثمانة فلس تراجع على الفنادق والسينيرجي وكذلك البترولية والتنظيف على تراجع مركز سلطان يعود مرة ثانية مشاهدين الكلام الواجهة بقفزة كبيرة بخمسونس فاصل أربع لكن كمية تداول بسيطة جدا عربي قابضة تراجع فلسين والرابط تراجع عشر الفلس للأنظمة بصعود بصعود هدعش فلس مشاهدين الكرام بتداول خمسة مليون ستمية وتسعة وربعين ونلاحظ مشتركة على تراجع أسس بتراجع يوباك بعشر فلس اتفاعل لكن انبرد ومنتزهات وكذلك السور في منطل خضراء في ويتشور كيد المتراجع مع جياد وارتفاع الغابضة المصرية وكذلك فيما تراجع تنفست بفلس واستغرر جي تي سي نفس اقفالها السابق لذلك مشاهدين الكرام اللحظات الأخيرة بالشراء ما بعد المزاد وسولة 37 مليون ومتين ونلاحظ بعض الشركات الأخرى مشاهدين الكرام فيها نشاط إيجابي ودخول واضح ومميز في نهاية هذه الجلسة المتباينة ولكن اعتبرها أنا إيجابية بسبب التراجعات الأمس الحاد اليوم لا الوضع الجيد نوعا ما ارتدت كثير من الشركات وخاصة الوطني مما ولد نوع من الغوة الشرائية الجيدة على كثير من الشركات القيادية وكذلك الشركات السوق الرئيسي ولكن اغفال المزاد كان صعب على بعض الشركات القيادية أدى لتراجع مواشر السوق الأول بصورة واضحة نأمل دائما التفريغ للجميع في الأسبوع الغادم ونأمل إن شاء الله أن يكون السوق لون أخضر نفاقعا إن شاء الله مع قوة شرائية كبيرة جدا وكل الشكر لك يوسف وكل الشكر لمشاهدين الكرام كل الشكر لك يا عايد على هذا الإضاح حول هذه الجلسة الأخيرة لبورصة الكويت من هذا الإسبوع ومثل ما أكد زمين عايد تباين واضح في الجلسة الأخيرة هذه يعني اكتساء لون أخضر بعدين اكتساء في اللون الأحمر ولكن مشاهدين السيولة النغدية حتى هذه اللحظة مع أقفال باب المزاد وصلت إلى سبعة وثلاثين مليون دينار يعني لو نسوي مقارنة بين الجلسة جلسة الأمس وجلسة اليوم مشاهديننا يعني جلسة اليوم 10.943 صفقة صفقة الأمس 12 ألف صفقة الكمية المتدولة 129 مليون في جلسة اليوم في جلسة الأمس كانت 172 مليون سهم القيمة المتدولة لجلسة اليوم 37 مليون وفي الأمس كانت 55 مليون في ارتفاع واضح بالنسبة لجلسة الأمس السوق العام مشاهديننا اليوم 6.737 نقطة السوق الأول 7.375 نقطة السوق الرئيسي 5.543 نقطة سريعا قبل أن نتجه إلى أيضا ضيفنا في السيديوهاتنا في برصة الكويت لو نشوف أن اليوم بيتك بيت التمويل الكويتي هو استحوذ على أكثر السيولة في قيمة تجاوزة 9.324.000 دينار يعني خلينا نقول بيت التمويل الكويتي بيتك ماخد ثلث السيولة من تداولات اليوم التي وصلت إلى 37 مليون دينار إذن مشاهديننا نذهب مرة أخرى إلى السيديوهاتنا في برصة الكويت ومعنا الأستاذ ناصر الخالدي الصحفي الاقتصادي استاذ ناصر بعد التعية تعليقك اليوم على هذه الجلسة المتباينة بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير يوسف رحل فيك وفي جميع الأخوات والأخوة مشاهدي برمجكم طبعا جلست نهاية هذا الأسبوع يعني جاءت لنقل جيدة نسبيا خياسا في التذبذب الحاد اللي شهدت السوق خلال فترة جلسات هذا الأسبوع من ارتفاع قوي وأيضا ضخ سيولة غير متوقعة وفاقة التوقعات ومن ثم تراجع كبير أيضا يعني أيضا مفاجئ جدا باختصار يوسف يعني السوق لا يزال يعيش حالة من من عدم اليقين من التذبذب لكن لاحظنا بجلسة اليوم تحديدا أن هناك نوع من لنقل من الرقبات الجيدة لدى كبار المستثمرين لدى المحافظ بالمحافظة على بعض المستويات السعرية لبعض الأسهم لاحظنا اليوم أن هناك شراجي دالة بنك الوطني وأيضا تماسك نسبي على سهم بيتك ومع أن عندي رأي دائما يوسف أن السوق ليس هو أسهم معينة يعني ليس الوطني وبيتك تحديدا هناك أكثر من 230 سهم يعني بعضهم أو لقل خمسين في الأمية منهم مظلومين ومستحقين لكن بطبيعة السوق الكويت دائما ما يتحرك مع القياديات أيضا لاحظنا هناك عودة لنقل شرائية جيدة على مجموعة إيفا التي لا زالت يعني تشهد زخم وعيين برغب من الهدوء على سهم إيفا الأم أيضا هناك نوع من التحرك لنقل الجيد من خلال محافظ مالية يعني تابعة لبعض الأسهم وهذا الأمر دائما ما نذكر أن الملاك متى ما أرادوا أن يحركوا أسهمهم يعني يستطيعون ذلك لاحظنا ذلك على سهم راسيات ما بعد أعلانها أخيرا عن رقبة باستحواذ على حصة تعليمية وأيضا هناك نوع من الضقوط القير مبررة يوسف على بعض الأسهم التي حسب معلومتنا ستعلن عن أرباح ممتازة جدا في الربع الثالث قياسا بأسعارها لكن بشكل عام طبيعة السوق أو لنقل نهاية جلسات هذا الأسبوع أنا أعتقد يعني تستمر بالتحس ثم ما لم يحدث لا سمح الله أمر طار على القضية الجيوسياسية التي أشهد المنطقة نعم أستاذ ناصر أكد في كلامك نحن ما رح نقول أي الأنظار تتجهت ولكن نلاحظنا اليوم بيتك بنك الكلويت الوطني بنك الخليج زين إيفا فنادغ كانت السيولة النغدية فيها في ارتفاع بيتك يعني وصلت السيولة 9 مليون بنك الكلويت الوطني يعني لامست الخمسة مليون بنك الخليج 2 مليون 700 زين 1 مليون 800 إيفا فنادغ 1 مليون 790 ألف السبب لاتجاه المتداولين لهذه الأسهم الخمسة في ارتفاع السيولة طبعا هذا يوسف توجه محافظ ومستثمرين كبار سواء جانب أو لنقول محلية على هذه الأسهم يعني بعض المحافظ المالية والشركات الاستثمارية بقياسا بالأسعار الحالية القياديات هم خسرانين فبالتالي كان يفترض الدخول وتحسين أسعار هذه الأسهم القياديات وخصوصا أن النتاج المالية التي أعلنها بيتك والوطني تحديدا أنا أعتقد بمساعدة جدا وكان يفترض أن تعطي نوع من الدفعة القوية للسوق والبقية الأسهم أما سؤال حضرتك لماذا تتوجه السيولة لهذه الأسهم أنا أعتقد وهذا رأي قديم سبق وطرحت أن هذا منها شاشة السوق يتوجه إلى أسهم معينة ويتجاهل يعني أسهم مستحقة ومظلومة وأعتقد أن العائد الاستثماري في هذه الأسهم بالسوق الرئيسي لنقول بعض الأسهم هي أفضل من الأسهم القيادية لكن هذه هي طبيعة السوق الكويتي وهذه طبيعة المستثمرين لكن نحن الآن نحتاج يوسف بالفترة المقبلة إلى نوع من الهدنة نوع من التماسك على الأسهم القيادية حتى تتحرك الأسهم المتوسط والصغيرة وهذا ما نتوقع إن شاء الله بتجاولات الأسبوع المقبلة أو نهاية بهذا الشهر ما لم يحدث لا سماح الله مرطارة على القضية قضية الفلسطينية نعم الأستاذ الصحفي الاقتصادي الأستاذ ناصر الخالدي شكرا جزيلك على هذا الإضاح وإجازة سعيدة عليك يا أستاذ ناصر إذن مشاهدينا شفتوا رأي زميلنا عايد وأيضا الأستاذ ناصر حول هذه الجلسة المتباينة وتوجه بعض المتداولين على الأسهم المعينة في شكل عام مشاهدينا أيضا للمزيد من التحليل حول جلسة هذا اليوم في أداء بورصة الكويت يسعدنا أن ينضم معنا في الاستيديو الدكتور عبدالهادي العجمي دكتور عبدالهادي أعطيك العافية ودائما نتنورنا في الاستيديو في كل خميس نظرتك اليوم بعد التحية التوازن بين قوة الشراء وقوة البيع هل يسيطر الشراء أو البيع الأسهم في شكل عام في تدورات هذا اليوم رحب فيك أخي يوسف ورحب بالسادة المشاهدي الكرام طبعا الأمر يدعونا إلى تفاؤل كبير جدا في الفترة القادمة لاحظنا اليوم بعد تداولات تقريبا تجاوزت أكثر من ثلاثة شهور اليوم أو إغلاق هذا الأسبوع هو أول إغلاق أسبوعي باللون الأخضر هذا الأمر يدعونا إلى تفاؤل بعد التماسك في مناطق كانت جدا مهمة عند مناطق تقريبا 7200 لذلك إغلاقنا هذا الأسبوع إغلاق جيد مع الأسف فقدنا بعض المكاسب في نهاية جلسة اليوم كنا نتمنى إغلاقنا أعلى من 7400 لكن نتأمل أن القوة الشرائية تزيد خلال الأسبوع القادم نتائج البنوك دفعت المستثمرين والمضاربين وزادت القوة الشرائية مقارنة في القوة البيعية لذلك لاحظنا هذه النتائج كانت تأتي جدا كبير خلال تداولات هذا الأسبوع طبعا بالإضافة إلى وصولنا إلى مناطق تاريخية جدا مهمة مناطق طلب تاريخية جدا مهمة فمن خلالها صار التماسك وعزز الارتداد خلال هذا الأسبوع طبعا الأمر الأساسي الذي ما زلنا نعاني منه هو الأمر الجيوسياسي نتمنى تدخل الوسطاء اللي قاعد اللاحب ما بين شد وجذب فنتأمل أن تستقر هذه الأزمة وبلا شك راح تنعكس بشكل إيجابي على الأسواق بشكل عام دكتور عبدالهادي قلت الأخبار الجيوسياسية يعني يد يعني في التحول عندنا لكن سبب النشاط والتحول من جلسة الأسبوع الماضي إلى الأسبوع هذا ولحظنا تباين مثلما نتأكد وزمين عايد وزمين ناصر نأكد وهذا التباين في جلسة اليوم طبعا التحول كان جدا واضح للعيان من خلال تداولات الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي يعزى هذا الأمر بشكل أساسي لأمر ركزنا عليه لأكثر من اللقاء بعد وصول مكررات الأرباح للبنوك إلى مستويات مغرية ادفعت المستثمرين والمضاربين كذلك على الدخول خلال هذا الأسبوع ولحظنا هذا الأسبوع كان عندنا نتاج جمالية جدا ممتازة للبنوك ابتداء من الوطني وبيتك وزين كذلك وبوبيان إذا ناخذ هذه الأرباح بشكل تفصيلي نحظ الوطني أعلن عن ربحية جدا كبيرة ما يقارب الـ 430 مليون بنمو استثنائي قارب الـ 15% بيتك 460 مليون وهذه نسبة جدا كبيرة على 3 أرباح بنمو 124% كذلك ربح استثنائي لهذا العام عندنا سهم بوبيان ربحية 61 مليون تقريبا النمو يقارب الـ 26% وهذا النمو يعتبر نمو جيد ومقارنة في الثبات الذي يحصل كنسبة نمو لهذا البنك بنك الخليج اليوم أعلن كذلك عن ربحية تقريبا 53 مليون في نمو 17% طبعا الأمر هذا ما هو مقتصر على البنوك الكويتية ولكن لاحظنا كذلك من خلال إعلانات هذا الأسبوع في البنوك الأمريكية والعالمية بشكل عام أعلنت عن أرباح جدا كبيرة هذا الأمر دفع الأسواق للتحرك فنقدر نسمي تداولات هذا الأسبوع بتداولات أو الأسبوع النمو البنكي بشكل عام بالفعل دكتور شيئ يهم جميع المتداولين وهمكم أنتم كمختصين في البورصات الخليجية والعالمية في شكل عام وأنت كخبير أسواق في المال قراءتك اليوم للسيولة النقدية في شكل عام أمس 55 مليون اليوم 37 مليون دينار طبعا نحن نحب خلال يوم الخميس الراجع تداولات الأسبوع بالكامل لاحظنا من خلال تداولات ابتداء من يوم الأحد سيولة تقريبا قاربت 28 مليون وكانت في عندنا انخفاضات سعرية خلال هذا اليوم وهدوء نسبي بتداولات يوم الأحد تداولات يوم الأثنين زادت النسبة إلى تقريبا 37 مليون مع ارتفاع جيد تداول يوم الثلاثة كان عندنا تداول استثنائي كبير جدا وصلت من خلال السيولة إلى 81 مليون هذا اليوم كان عندنا دخول كبير ومباغت ما أعطى أي مجال للمضارب بشكل عام للدخول خلال هذه الفترة خصوصا أن هذه السيولة التي وصلنا إلى يوم الثلاثة هي تعتبر أو الارتفاع خلال يوم الثلاثة هو أعلى ارتفاع خلال تقريبا ما يقارب الثلاث سنوات ونص الماضية حتى الأرباح وصلت ما يقارب النص مليار تقريبا خلال هذا اليوم سيولة الأربعة بالأمس كانت متوقعة خمسة وخمسين مليون وانخفاضات كذلك كانت مستحقة بعد ارتفاعنا الكبير يوم الثلاثة اليوم السيولة نزلت إلى سبعة وثلاثين مليون مع أغلاقات حمرة الأمر كان جيد ولاحظنا التذبدب كان واضح جدا ابتداء من أول نصف ساعة أو ساعة تقريبا في التداول وبعدها بدت عمليات الشراء والبيع والتذبدب كان جدا واضح لغاية ما وصلنا إلى أغلاقات باللون الأحمر ولكن مجمل الأسبوع كالسيولة وصلنا إلى تقريبا ما يقارب الميتين وثلاثين مليون دينار كمجمل أسبوعي وهذا الأمر جيد وينذر بأمر بإذن الله يدعونا للتفاعل بإذن الله ونقدر نقول أن حذر من المتداولين في شكل عام بالنسبة للسيولة النغدية في عملة الشراء والبيع إذن خبير أسواق المال الدكتور عبدالهادي العجمي شكرا جزيلا لك أنا تواجدك معنا في الستيديو وإذن المعلومات الثرية حول جلسة هذا اليوم إذن مشاهدين جلسة يعني متباينة واضحة أكدوا معنا زميلنا عايد وأيضا الأستاذ ناصر وأيضا الدكتور عبدالهادي جلسة متباينة أخبار جيوسياسية لها اليد الكبرى في تغير حال الأسواق ونثمنى بإذن الله أن تكون الإيجابية في الجسرات المقبلة وأيضا ينصر إخواننا في دولة فلسطين على الصحاينة نلغى لكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر